صدق الكونجرس الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي على فوز جوبا يدنبئ أكثر من 270 سلطا بالمجمع الانتقابي وهو الحد المطلوب للمرشح للفوز بالسباق الرئاسة الأمريكية جاء ذلك في ظل متابعة من العالم أجمع لتطورات المشهد السياسي في أمريكا التي سنحاول تصلت الضوء عليها من خلال ضيفنا من ألمانيا الخبير بالشأن الأوروبي والألماني الدكتور عبد الرحمن أمار دكتور عبد الرحمن أهلا بك في صدى الأسبوع مرحبا دكتور الكونجرس الأمريكي صادق أيضا على فوز بايدن في الانتخابة الأمريكية وهذا كان متوقع بالطبع بالنظر إلى النتائج لكن السؤال كيف جاءت ردود أفعال العالم والأوروبيين على وجه الخصوص وما حدث في أمريكا من تطورات بشكل عام؟ نعم العالم تابع ولا يزال يتابع المشهد السياسي وتطوراته في الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحملة الانتخابية وخلال إزراء الانتخابات وحتى بعد ظهور النتائج وإعادة فرز الكثير من الأصوات ما يهتم به العام العالم الآن ليس مصادقة الكونجرس على فوز بايدن بقدر ما هي أشياء أخرى وأبرزها هجوم أنصار ترامب على مبنى الكونجرس الكابيتول وأيضا رفض ترامب الإقرار والاعتراف بهزيمته والتلويح بالكثير من الأمور التي لم تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية من قابلك البحث عن ضمان حصنة له بعدم المتابعة القضائية إلى غير ذلك وأيضا كان هناك تلويح من طرف الديمقراطيين باستخدام أحد القوانين في التسطور الأمريكي بفرض أو دفع ترامب أو عزل ترامب من الرئاسيات كانت هناك الكثير من ردود الفعل أوروبيا على ما حدث في الكابيتول لأنه السابق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية هناك تنديد من برلين وباريس وبروكسل وكل العواصم الأوروبية والكل يقول بأن ذلك يضرب في الديمقراطية الأمريكية لا يبعث رسائل مطمئنة لكل العالم برلين حملت المسؤولية على لسان المستشار أنجلان ميركل مباشرة لترامب وتحريض أنصاره على اقتحام ابن الكابيتل نفس الشيء قاله الرئيس الألماني وحتوزير الخارجية الألماني وأيضا في باريس إيمانويل ماكرون قال هذه ليست أمريكا التي نعرفها طبعا كان هناك من انتشى بكل ما حذات وقال بأن أمريكا ديمقراطيتها عرجاء وهزيلة وهي في الغالب أنظمة ودول كانت لديها حسابات مع الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب حدثت الكثير من الخلافات بين الأوروبيين وأمريكا سؤال بعد فوز بايدن هل ستتغير سياسة واشنطن من الاتحاد أو مع الاتحاد الأوروبي بأن السياسات الأمريكية ثابتة؟ أكيد ستتغير وما سيتغير هو الخطاب أولا إذا كان ترامب يستخدم مصطلحات لا تحترم التقاليد الدبلوماسية كالتهجم على أشخاص معينين أكثر من مرة تهجم على المستشارة الألمانية أنجلا ميركل رفض مرة مصافحتها بعد أن مدت له يد السلام انتقد أكثر من مرة الاتحاد الأوروبي كان يدفع ويحرد البريطانيين على التعجيل بالخروج من الاتحاد الأوروبي انتقد حلف الناتو فرض رسوما زمركية على الكثير من المنتجات الأوروبية وأيضا على الطيران الأوروبي وهي تنفيدا لشعاره المعروف أمريكا أولا وبالنسبة لبايدن فكل القدر الأوروبيين قالوا بأنهم يرحبون بفوزه وبطي صفحة الخلافات مع الإدارة السابقة إدارة ترامب لكن هذه الصفحة لن يتم فقط بخطاب ناعم من بايدن بل حسب خبراء أوروبيين التراجع عن الكثير من الرسوم الجمهورية التي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية على فرضها وسنها على منتجات أوروبية كثيرة وأيضا التراجع عن سحب القوات الأمريكية في الكثير من الدول الأوروبية وعلى أبرزها ألمانيا وتقوية حلف الناتو وسياسة دفاعية مشتركة في نفس السياق وفي إطار السياسات إذا كانت ستبقى أو ستتغير ماذا عن حلف الناتو؟ هل ستتغير سياسة أمريكا تجاه الحلف؟ بعهد بايدن بالطبع بكل تأكيد الأمين العام لحلف الناتو قال بأن من المرتقب أن يدفع بايدن دول الاتحاد الأوروبي للرفع من ميزانيتها للحلف وهي الانتقادات التي كان يوجهها كثيرا دونالد ترامب لكثير من الدول الأوروبية بأن إسهامتها أو مساهمتها المالية في صندوق حلف الناتو قليلة جدا وأمريكا وحدها لا يمكن أن تصهر على الأمن الأوروبي طبعا الأوروبيون يؤمنون ويعرفون أن الاتحاد الأوروبي لوحده لا يمكنه أن يضمن أمنه خصوصا أمام الكثير من التحديات وأبرزها التحديات مع روسيا ومحاولة سيطرتها أو التأثير على شرق أوروبا ومن المتوقع أن تساهم الدول الأوروبية بحصص أكبر في ميزانية الاتحاد ويعود في ميزانية حلف الناتو ويعود الحلف أقوى وتسند إليه الكثير من المهام وأيضا من المنتظر أن يتم الحسم في الدور المتير للجدل لتركيا داخل الحلف لأنها من جهة عضو داخل الحلف لكنها تعارض من جهة أخرى الكثير من سياسات الحلف وينظر إليها بأنها تتحدى الحلف خصوصا في البحر المتوسط وشرق البحر المتوسط وفي الشأن الليبي وهي أمور يمكن أن يحسمها الأوروبيون بتنسيق مع الإدارة الجديدة الأمريكية رحيل ترامب هل سيؤثر على اليمين الشعبوي في أمريكا في أوروبا في العالم بشكل عام نعم في أوروبا اليمين الشعبوي اكتسب قوة كبيرة بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات رفع هو شعار أمريكا أولا واليمين الشعبوي في الدول الأوروبية وحتى في العالم رفع كل حزب يميني متطرف أو شعبوي شعار بلده أولا وفي أوروبا كانت هناك مطالب من كثير من الدول بالسير في اتجاه البريطانيين والخروج من الاتحاد الأوروبي الآن ما حدث في مقر الكونغريس واقتحام الكابيتل دليل على أن الرئيس يمكن أن يتم تجاوزه من طرف أنصاره ويقتحمون المؤسسات ولا يعترفون بنتائج الانتخابات ويحاولون فرض أمر الواقع بمنطق يئما نحن وبعدنا الطوفان هذا سيدفع بالكثير من الناخبين حتى داخل الاتحاد الأوروبي للتفكير ألف مرة قبل إعطاء أصواتهم للأحزاب اليمينية الشعبوية لأنها لا تؤمن بالديمقراطية ولا تؤمن بالحوار وهي مستعدة لاستعمال العنف من أجل فرض الأمر الواقع أخيرا دكتور عبد الرحمن نأتي إلى ما يهمنا بشكل خاص الشرق الأوسط الدول العربية ماذا عن السياسة الأمريكية هل من المتوقع تغيير لهذه السياسات الأمريكية في عهد بايدن ونحن نعرف الفروق بين الديمقراطيين والجمهوريين وإن كانت محدودة أحيان نعم ولا في نفس الوقت نعم مثلا من حيث الأولويات حيث سيكون الملف الإيراني على أرس أولويات الإدارة الأمريكية الحالية لكن هناك خلافات داخل الإدارة بين من يقول بأنه بضرورة العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران شرط أن تتراجع عن برنامج تطوير اليورانيوم وأن تلتزم بالكثير من الشروط الجديدة وهناك من يرى بأنه لن تكون هناك عودة للاتفاق القديم ويمكن أن يفرد بايدن عقوبات أكبر على إيران من بين الملفات التي ستكون أيضا حاضرة في جدوى الأعمال الإدارة الأمريكية الجديدة هناك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حيث أعلنت الإدارة الجديدة وحتى السلطة الفلسطينية بأنها ستواصل التواصل والعلاقات مع واشنطن بعد أن قطعتها في السنتين الأخيرتين من فترة حكم ترامب وبايدن أعلن بأنه سيعيد المساعدات التي تقدم للاجئين والمساعدات الإنسانية لفلسطين ومن المرتقب أيضا أن تكون إدارة بايدن أكثر صرامة في تعاملها مع مخططات بناء مستوطنات جديدة هناك ملفات أخرى كالملف السوري من المنتظر أن يكون هناك أيضا مساعد الإدارة الأمريكية الجديدة لمعالجة الملف طبعا بتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي وبحضور الروس على اعتبارهم فاعلا أساسيا هناك ملفات أخرى كالمناخ كالأزمة الليبية كاليمن وهي كلها ستكون هناك اختلافات مع الإدارة الماضية لكن لن تكون بعيدة عنها لأن مصالح أمريكا ستكون فوق كل اعتبار فيما يخص البلدان العربية سيعود ملف حقوق الإنسان إلى الواجهة وأعلن بايدن بأنه لن يعطي شيكا على بياض للأنظمة العربية وسيحاسبها أكثر فيما يخص حقوق الإنسان وأيضا تصدير الأسلحة لبعض الأنظمة العربية خبير بشؤون الأوروبية والألمانية بدوتش في الألمانية الدكتور عبد الرحمن عمار شكرا جزيلا لك العفو مشاهدين الكرام نهاية فقرتنا من قضايا دولية تتابعونا نفس الفقرة لكن بموضوع مختلف الأسبوع القادم بإذن الله لآن نتوقف وإياكم مع جملة من الأخبار القصيرة ترجمة نانسي قنقر